يوافق اليوم الذكرى الأولى لعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي على يد الجيش والذي يمثل حالياً أمام القضاء على ذمة عدة قضايا منها التخابر والتحريض على قتل المتظاهرين وفيما شددت قوات الأمن إجراءاتها في الميدين تحسباً لمظاهرة دعا إليها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أوقعت عدة قتلى بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لعزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين قتلى ثلاثة أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين في مدينة الجيزة وخرج أولوف المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين إلى الشوارع للاحتجاج على عزل مرسي وفي المينيا اندلعت اشتباكات عنيفة بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن بمدينة مالوي بمحافظة المينيا بسعيد مصر أثناء مظاهرة نظمها أنصار الإخوان وأطاح رئيس الحالي وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بن مرسي من الرئاسة بعد احتجاجات عارمة ضد حكمه وشابت فترة حكم مرسي التي استمرت عاما اتهامات باستحواذ جماعة الإخوان المسلمين على السلطة وفرض رؤى الجماعة على المجتمع وإساءة إدارة الاقتصاد وكانت السلطات المصرية قد شددت إجراءات الأمن وأغلقت ميدان التحرير في ساعة مبكرة من صباح اليوم وسدت مداخله بالأسلاك الشائكة والمدرعات تحسبا لمظاهرات دعا إليها ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية في الذكرى الأولى لعزل مرسي إلى ذلك وفي تفجيرات هي الثانية من نوعها خلال هذا الأسبوع قتل شخصان اليوم في انفجار بمسكن غرب القاهرة وقال مصدر إن القتلين سقطا في انفجار عبوة ناسفة كان يصنعها في مدينة كرداسة التي قتل فيها أحد عشر من رجال الشرطة لدى فضع تسامي رابع والناضى لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في الرابع عشر من أغسطس العام الماضي وفي الشهر الماضي أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق 12 متاما متشددا إلى المفتي لاستطلاع رأيه في الحكم بعدامهم لإدانتهم في قضية مقتل مساعد مدير أمن الجيزة وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية إن نقطتين شرطة في حي باب بالجيزة تعرضتا اليوم لهجومين بقنبلتين من دراجتين ناريتين مسرعتين استقل كلا منهما شخصان وأضاف أن الهجومين لم يقعا دحايا من جاة أخرى أصدر رئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون بشأن الحد الأقصى للعملين في الحكومة بحيث يكون 42 ألف جنيه شهريا وهو ما يعادل 35 مثل الحد الأدنى كما أصدر السيسي قرارا بقانون لتغليذ عقوبات تزوير بطاقات رجال الجيش والشرطة وحفر أنفاق وممرات حدودية